عقد وزراء الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسنبورغ يوم ثلاثاء وخلال الاجتماع أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عام عن دعمها لشراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك ولكن القضية الرئيسية المتمثلة في وضع آلية للحد من أسعار الغاز الطبيعي لا تزال غير محسومة ولا تزال الاختلافات بين الدول قائمة وقد قرر الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع مرة أخرى في الشهر القادم بهدف كسر الجمود فيما يتعلق بوضع آلية للحد من أسعار الغاز الطبيعي لم يتوصل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي عقد يوم الثلاثاء إلى توافق وأقر جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بأن وجهات نظر دول الاتحاد الأوروبي بشأن وضع آلية للحد من أسعار الغاز الطبيعي لا تزال مختلفة وقال وزير الخارجية المجاري بيتر سيارتو إن أهم نقطة في الوقت الحالي هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وإن المجار لن تقبل أي اقتراح يمكن أن يجعل الوضع في البلاد أسوأ ورداً على ارتفاع أسعار الغاز اقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق تدبيراً مثل تنفيذ آلية الحد من أسعار الغاز الأوروبية القياسية والشراء المشترك للغاز الطبيعي والتي تخضع لموافقة دول الاتحاد الأوروبي لكن على مدى أشهر كانت الدول الأعضاء على خلاف حول حدود أسعار الغاز ووفقاً للتقارير تعتقد 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة إلى حد أقصى لإسعار الغاز في حين تعارض العديد من البلدان بقيادة ألمانيا وضع حد أقصى للأسعار وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيجتمع في أواخر نوفمبر لمواصلة المناقشات بهذا الشأن